اشتركوا في القناة هو الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 48 دقيقة صباحا من صباح اليوم لينتقل القمر بعديها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة بما ان القمر موجود في برج العقرب معناته بالفترة هاي منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا بنكره بشدة معنا حلوسط بنشعر برضو بالانتقاد ومنشعر بالغيرة وحدتهم يعني منكون جهزين لعمل مشاكل من اي شيء بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا ويجب في هاي الفترة ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط الفترة هاي فترة ممتازة جدا للاشخاص اللي بدهم يعملوا تأمين او عندهم تأمين او قراءة رواية بوليسية متيرة مشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم شراء بيت جديد او استئجار بيت جديد يعني الاجواء كلها بتتركز على هاي الامور اما بالنسبة للزاوية الزوايا البطيئة اللي متشكلة لحد الان عندنا زاوية التقابل الايجابيه اللي بين عطارد وبين المشتري وهاي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة تسعة طبعا هاي الزاوية دائما لما بتصير منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهاي الفترة ممتازة جدا للاتصال والاتصالات وبتزيد من احتمالية السفر والاتصالات البعيدة مع البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث منفصلة ايجابية هي بين عطارد وبين المريخ وتأثيراتها لغاية يوم تسعة تسعة بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبرضو بإمكاننا تعزيز العلاقة مع الاحبة اما بالنسبة للزاوية اللي ما زالت متشكلة وهي تأثيراتها زي ما حكينا من الزوايا العنيفة وهي تأثيراتها لغاية يوم أربعة تسعة هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المريخ وعادة لما بتتشكل هاي الزاوية بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبصير في تحديات ومظاهرات أو بعض المواجهات وبتسود جوعا من التوتر والعدوانية بحيث انه بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الاخرين لانه اي كلمة بتكون غير محسوبة ممكن انها تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها وبتدل على انه الحكومة أو حكومة ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبتدل كذلك عزدياد اعمال العنف والعدوان وكذلك اضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة طبعا هاي زاوية تأثيرات زي ما حكينا من يوم 18-8 بلشت وذروتها يوم 27-8 ولكن مستمرة تأثيرات لغاية يوم 4-9 اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو من الزوايا الخطيرة جدا وهي زاوية طويلة الامد هي زاوية التربيع السلبي المنفصلة يعني ما رح تصل لذروتها ولكن تأثيراتها رح تكون ملموسة وطبعا في خلال الايام الماضية لمسنا هاي توترات ما بين الزاوية الاولى اللي قبل هاي اللي مع المريخ وهاي الزاوية الزاوية هاي طبعا مستمرة لغاية يوم 16-11 نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل كذلك على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل تقلب المناخ وأمور العلاقة بالطائرات وحوادث السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيعة اللي ما إلها ذروة يعني اللي هي ذروتها إما إجت أو لسه بدها تيجي آخر زاوية هي زاوية التسديس المنفصلة اللي بين نبتون وبين بلوتو وطبعا هاي حكينا تأثيراتها لغاية يوم 2-9 بتسبب عودة وضعية أو شخص أو حدث قديم بيظهر على الساحة من جديد وهذا الحدث بدعم وضعيتنا أكثر فأكثر خلال هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا هي زاوية ما بين القمر والشمس وهي يبدل على أنها زاوية التسديس إيجابية أن القمر أصبح خلال واضح في السماء طبعا هو واضح من يومين ولكن الآن يصبح في السماء واضح تماما بدون أي يعني أي تأثيرات وأعادة في فترة ما قبل الغروب الشمس بيبلش وظهوره بالسماء وعند الغروب بيكون واضح تماما طبعا ساعة 9 و19 دقيقة صباحا بتصير زاوية التسديس اللي هي توضيح الكامل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلقها المساندي والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات المساء لغاية ساعات المساء يعني من الآن أو من منتصف الليل لغاية منتصف الليل الغد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ذروة زاوية بطيئة زاوية التسديس الإيجابية بين المريق وبين المشتري واللي ذروتها اليوم طبعا هاي زاوية تأثيراتها من يوم 28 ثمانية ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 5 تسعة ولكن ذروتها اليوم اللي هي المنتصف احنا منسميها رح تكون هاي الظروة الساعة 11 و51 دقيقة ظهرا بتخلق جو عام جو من التسامع وممكن نتسامح مع أي شخص بيخطئنا أو أخطأ بحقنا وممكن أن ننمد يد العون إلهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن بعض الأخطاء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وبرضو ما بيجوز عمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت طارئة اللي هي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبيض البروستاتا عظم العانى والجينات بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أما بالنسبة لعمليات التجميل فهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأمور البشرة ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة اثنين تسعة رح يكون في تمام الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر لغاية الساعة عشر وتسعة وثلاثين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمسة أيام في تمام الساعة سبعة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بصير عمره ستة أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العدراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا هي الآن سعيدة بنسبة عشر في المية مو بالضل بلسعادتها لغاية ساعات المساء في ساعات المساء بتصير منتحسة بنسبة عشر في المية القمر في العقرب حتى يوم اثنين تسعة سعيدة الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية ساعات العصر ترتفع نسبة النحوس إلى أربعين في المية ولكن في ساعات المساء بترجع بتنخفض لغاية منتحس بنسبة عشر في المية عطار في الميزان حتى يوم تسعة عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة تسعة ساعات منتحس بنسبة أربعين في المية ما زالت الانتحاسة على الزهرة موجودة لأنه ما زالت الزوايا المنفصلة متشكلة المريخ في الجوزة حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثاورب بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر في البيت الثامن يعني أموال مشتركة تأمين قرض بنك ضريبة يعني هاي الأمور فاليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي مصدره شراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية خصوصا في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهم شيء أنك اليوم تتقبل آراء الآخرين دون تحفظ نسبة عالية جدا من موليد برج الحمل اليوم ممكن ينشغله بمعاملة أو ملف أو بعض الأوراق اللي تعتبر إما لبنك أو لمؤسسة زي مستشفى أو أشياء من هذا القبيل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم كل حول تدعيم شراكاتكم من القمر موجود مقابلكم معناته أعطيكم إيجابية على مستوى تعزيز الشراكة والتفاوض مع الشريك شريك المال أو العاطفة أو تعزيز العلاقة ما بينهم المصالحات ولكن مع ضبط الأعصاب بدون افتعال المشاكل وليش؟ لأن طاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم ما تعرضوا لقاءكم للفشل لأنها بتحمل هاي الفترة بعض التوتر وتعتبر من أكثر أيام الشهر بضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام وحاول أنك ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا لأنه بالفترة هاي خصمك بيكون أقوى منك وطباعك ما بتكون هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر صار موجود في البيت السادس يعني بيت إلو علاقة بالعمل إلو علاقة بالصحة إلو علاقة بالمسؤولين أو زملائكم بالعمل وإلو علاقة برضو بإنجاز أعمالكم عشان هيك بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال المتراكم اليوم حاولوا أنكم تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة حاولوا أنكم ما تشتغلوا أكثر من عمل في نفس الوقت يعني رتب وقتك بشكل جيد ممكن ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها فعشان هيك بدك تراعي ظروفك الصحية وظروفك النفسية وتعيد ترتيب الأوضاع وحاول أنك يعني إذا التزمت بهاي المعلومات ممكن اليوم تتحسن أحوالك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والانشراح الأجواء جيدة ودعمة لكم بقوة بما أن القمر موجود في البيت الخامس يعني بيت الهوايات بيت العواطف بيت الأحبة بيت الحضوض فعشان هيك اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز وأهم شيء أنك تضعم مخاوفك جانباً حاول أنك ما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي فترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظاً كمان بظل المشاط عالي جداً وسرعة البديهة قوية وقدرتك على الإقناع ممتازة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتنهمكم بإدخال تعديل على مسكنكم لأنه القمر موجود في البيت الرابع له علاقة في البيت فهذا بدل على أعطال أو اهتمامات عائلية تصليحات ترميمات أو شيء له علاقة بالبيت منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يهتموا بأمور العقارات أو يميلوا لأفراد العائلة أو مديدوا العون لإلهم أو مناسبات عائلية أهمش أنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وشوي ممكن تكون قلق أو تتدمر لأقل الإشارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوه في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ونشاط عالي جدا عندكم وهاي فترة مناسبة للخروج في نسجزها قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران ممكن تقوموا بمفاوضات حثيثة مفيدة وبتقدر تعبر عن رأيك بكل جراءة اليوم وتفاوض بكل جراءة بتتميز بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول الأجواء داعمة منكم أشخاص ممكن يهتموا بمراسلات باتصالات بالسيارات بالإلكترونيات يعني الإهتمام رح يكون على كل هاي الأمور أو حتى بالأمور الدراسية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم كل التركيز رح يكون على الأمور المالية أو أغلبه على الأمور المالية فبينصب إهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم أو على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، نوع من أنواع الدعم والفرصة متاحة للحصول على مال زي ما حكينا بتتحسن المعنويات وبتقوى ثقة بالنفس اليوم أكثر فأكثر بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك أم مش أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على بعض الأرباح من جهة أجنبية أو جهة غريبة أو شخص معارفة يعني نوع من أنواع الدعم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً اليوم أنتوا عندكم نشاط وعندكم حيوية وبينجد بلكم أفراد من الجنس الآخر بشكل كبير الطاقة عالية جداً لأن القمر بما أنه وصل لعندكم معناته بدأتوا مرحلة جديدة خلال فترة العشر أيام القادمة بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة اتدعم أو من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة أو ربما تفرح لحدث كبير طبعاً تعتبر فترة ممتازة حتى الاهتمام بالشكل العام أو المظهر أو التجديد أو التغيير هذه الفترة ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً للأسف الشديد القمر موجود الآن في بيت المتاعب في العقرب معناته هاي فترة غير مريحة لا صحياً ولا نفسياً رغم عدم وجود أي مخاطر إلا أنه فترة ضاغطة لأنه هاي الضعف نقاط الضعف أي برج لما بكون القمر موجود في البرج اللي قبله فعشان هيك بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري حاولوا أنكوا تخلدوا للراحة ابتعدوا عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح المعنويات الحيوية أهم شنكوا ما تجازفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحضوظ تماماً وممكن أي شخص يوعدكم بشيء خلال هذا اليوم ما يوفي فيه برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وممكن برضو اليوم يتوجهلكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو يجيك اتصال مثلاً وتعتبر هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون وللمشاركة الفعلية حاول أنك تقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين وحاول أنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة وبرضو بهاي الفترة ما بيجوز المجازة في أول مغامرة مهما كانت الظروف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبرضو بإمكانكم تنجحوا بإثبات جدارتكم وإن رضا المسؤولين لازم اليوم تحافظوا على هدوء أعصابكم وحاولوا أنكم متيروا المشاكل مهما كانت الضغوط هاي فترة مهمة بتمتحنك تحطك تحت تجربة معينة فحاول أنك ما تشوه سمعتك حاول أنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب أخطاء ما تخالف القوانين وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك هذا بيت السمعة فما في داعي لعمل أي شيء بشوه السمعة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بيصلكم خبر صار من بعيد بتشعروا بقوة العاطف مع الأحباء اليوم عندكم اتصالات كثيرة مع جانب حوارات نقاشات مع أشخاص خارج البلاد منك وأشخاص ممكن بفكروا بالسفر برضو للامتحانات ممتازة والعاء برضو فترة مناسب لإجراء مقابلة وبتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة الأجواء جيدة حتى للتعزيز العلاقة حكينا مع الأحبة كما أنها هاي فترة ممتازة لأنه ممكن نتلقى إشارة أو خبر صار كنا من انتظروا في الفترة الماضية هاي الفترة دينماكية جدا بتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة يعني فترة ممتازة لازم تستغلوها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة